مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صدم شاب امرأة عجوزا بدراجته وبدل أن يعتذر لها ويساعدها على النهود أخذ يضحك عليها ثم استأنف سيره لكن العجوز نادته قائلة لقد سقط منك شيء فعاد الشاب مسرعا وأخذ يبحث فلم يجد شيئا قالت له العجوز لا تبحث كثيرا لقد سقطت رجولتك ولن تجدها أبدا مشاهدي الكرام الحياة لا قيمة لها إذا تجردت من الأدب ومن الذوق ومن الاحترام ومن الأخلاق سألت بنت والدها أبتي ماذا أستر من جسدي وماذا أكشف أجاب اكشفي من جسدك قدر ما تتحملين من لفح جهنم عبارة عميقة نستحضرها في كل لباس قيل لأعرابي لقد أصبح رغيف الخبز بدينار أجاب والله ما أهمني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها مشاهدي الكرام في التاريخ الإسلامي لم يكن هناك إلا ستة مفسرين للأحلام أما اليوم ففي كل حي عشرة مفسرين لقد كثرت الأحلام في أيامنا هذه لأننا للأسف أمة نائمة في الخندق مشاهدي الكرام ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطنه من الجوع وفي عصرنا ربط المترفون معدتهم من الشبع لتخفيف أوزانهم فالبعض يؤمن بأن العين حق بتصيب العين أكثر من إيمانه بأن الله خير الحافظين وكلمة أخيرة هي حكمة كل الطرق مراقبة بأجهزة ضبط السرعة إلا الطريق إلى الله مكتوب عليه وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض فلنسرع في هذا الطريق ما شئنا فإن منتهاه الجنة السلام عليكم